السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مادة الكيميا للصف العاشر درس تغيرات الطاقة في التفاعلات الكيميائية للمعلمة هدى نزق تقسم التفاعلات الكيميائية من حيث تغير الطاقة المصاحبة لها إلى أولا تفاعلات طاردة للطاقة ثانيا تفاعلات ماصة للطاقة خلينا نشوف كل نوع من أنواع التفاعلات هاي من حيث الطاقة المصاحبة لها في عندي أول نوع اللي هو التفاعلات الطاردة للطاقة الحرارية من اسمها طاردة للطاقة الحرارية أي تنتج حرارة أو تنتج طاقة من التفاعل الكيميائي كتعريف هي التفاعلات التي تطلق طاقة عند حدوثها تطلق أو تنتج طاقة مما يؤدي لارتفاع درجة الحرارة شي طبيعي لما بدها تطلق طاقة أو تنتج طاقة رح يؤدي إلى ارتفاع في درجة الحرارة كيف بيكون شكل التفاعل الكيميائي شكل التفاعل الكيميائي هو مواد متفاعلة بتنتج لمواد ناتجة مع طاقة لاحظ أن وجود الطاقة مع المواد الناتجة هو دليل أن التفاعل طارد للطاقة إذن أي معادلة كيميائية موجود فيها الطاقة في المواد الناتجة إذن هذا يعني أنه تفاعل طارد للطاقة الآن حطيت لك أنا هاي ملاحظة حيث تتناسب كمية الطاقة الناتجة من التفاعل تناسبا طرديا مع كمية المواد المتفاعلة إيش يعني؟ يعني لما يكون في عندي كمية المواد المتفاعلة كبيرة تكون كمية الطاقة الناتجة كبيرة ولما يكون عندي كمية المواد المتفاعلة قليلة تكون كمية الطاقة الناتجة قليلة إذن تناسب طردي بين كمية المواد المتفاعلة والطاقة الناتجة عندي أمثلة على التفاعلات الطاردة للطاقة في عندي مثالين والكل بيعرفهم لواحتراق شريط المغنيسيوم لما أحرق شريط المغنيسيوم مع أكسجين الهواء الجوي بيعطيني أكسيد المغنيسيوم اللي هو الـ MGO بالإضافة إلى طاقة شو نوع الطاقة الناتجة رح نعرفها كمان شوي ثاني مثال لواحتراق الفحم أو الكاربون مع أكسجين الهواء الجوي ولاحظ وجود المعادلات بيعطيني سهم طبعا تعطيني CO2 وغاز ثاني أكسيد الكربون بالإضافة إلى طاقة مجرد ما شفت الطاقة مع المواد الناتجة إذن بحكي عن هذا التفاعل هو تفاعل طارد للطاقة أما النوع الثاني من أنواع التفاعلات الكيميائية وهي التفاعلات الماصة للطاقة الحرارية من اسمها ماصة يعني تحتاج إلى كمية من الطاقة لحدوث التفاعل مدام إنها بتحتاج إذن يجب أن تكون مع المواد المتفاعلة كتعريف هي التفاعلات التي تحتاج إلى طاقة لحدوثها إذن شكل التفاعل بيكون عندي مواد متفاعلة زاء الطاقة ضروري تكون الطاقة مع المواد المتفاعلة عشان تعطيني مواد ناتجة مجرد ما شف طاقة مع المواد المتفاعلة إذن بحكي عنه تفاعل ماصة للطاقة الأمثلة على التفاعلات الماصة للطاقة كلنا بنعرفها وهي عملية البناء الضوئي في النباتات النبات يمطص أشعة الشمس لمساعدتها أو عشان تحدث عندها عملية البناء الضوئي فهي تفاعلات ماصة للطاقة الآن كتطبيق على هذا الدرس هذا الدرس جدا بسيط وسهل كتطبيق في عندي سؤال موجود بصفحة 34 طبعا الغرض من السؤال أنه بدي أحول الكلام الموجود عندي إلى معادلة كيميائية خلينا نشوف السؤال جدا سهل يتفاعل مول واحد من غاز الهايدروجين والأتشتو مع نص مول من غاز الأكسوجين هو أوتو لإنتاج مول من الماء السائل وطاقة حرارية مقدارها 285.8 كيلوجول أكتب معادلة كيميائية حرارية توضح التفاعل الحادث طبعا لما حكالي مول واحد من غاز الهايدروجين هاي مع يعني زائد نص مول من الأكسوجين هاي ونص أوتو لإنتاج كلمة إنتاج يعني سهم مول واحد من الماء السائل اللي هو أتشتو أو مش ضروري تكتب لي ون فلا تكتب لي ون رجاء يعني لأنه خلص مجرد ما شفت أتشتو أو بعرف إنها واحد مول ويعني زائد طاقة حرارية لا تكتب لي طاقة لا بدي قيمتها قداش مقدارها 285.8 باكتبها هان كيلوجول هاي حولت من حكي أو من كلام إلى معادلة كيميائية طيب مدام شفنا الطاقة مع المواد الناتجة إذن هو تفاعل طارد للطاقة تمام يا عاشر طبعا هذا المفروض تأخذه كواجب بس أنا عشان دينيا رمضان وعشان كوصايمين حبت أحله أنا الآن في عندي السؤال موجود بصفحة 35 هذا السؤال بحكي لي تتحلل كربونات الكالشم الصلبة لها سي اي سي أو ثري طبعا كلمة تتحلل مباشرة لازم تكون هاي الكلمة يعني بتدل إنه في عندي تفاعل ماس للطاقة لأنه عملية التحلل لازم تأخذ طاقة عشان يصير في عندي تحلل للمادة وتفاعل كيميائي فكلمة تحلل يعني ماس للطاقة طيب تتحلل كربونات الكالشم الصلبة سي اي سي أو ثري هاني كتبتها هون ماشي بامتصاص كلمة بامتصاص طاقة حرارية مقدارها 178 جول بحطه هون مع المواد المتفاعلة لأنه ماس لأنها تتحلل يعني ما رح تتحلل إلا بوجود طاقة ماشي لينتج كلمة لينتج يعني عندي سهم أكسيد الكالشم الصلب سي اي او هايها وزائد غاز ثاني أكسيد الكاربون سي أو تو ماشي هاي المعادلتين موجودات أو السؤالين موجودات بصفحة 34 و35 جهزت لك ياهم وآخر إشي بالدرس اللي هو صفحة 36 معتيني شكل أو معتيني نشاط وبدو يعني أشوف شو نوع الطاقة واش نوع يعني التفاعل هل هو طارد أو هل هو ماس وفي عندي فقرة أيضا بتيجي تحتيها فأنا هذو الإشي كامل مع شكلين موجودات اللي هي الخميرة وبرضو الصبة هذول كلهم يعني هاي الصفحة إذا درست ليها من هذو الجدول أنا ما عندي مشكلة فأنا اختصرت لك عشان أريحك الآن هذا الشكل مع الفقرة هاي كاملة هاي تلخيصها بالإضافة للشكلين السابقات عندي تفاعلات طاردة وتفاعلات ماصة للطاقة أمثلة الأمثلة اللي مرت علينا لكن كل مثال بدي أقول لك شو نوع الطاقة يعني مش دايما بتكون الطاقة حرارية تمام طيب أول إشي بنا نبلش بالتفاعلات الطاردة للطاقة احتراق شريط المغنيسيوم تكون الطاقة الناتجة إما ضوئية أو حرارية يعني حكيت لضوئية صح حرارية صح احتراق الكاربون أو الفحم دائما الطاقة المصاحبة له هي طاقة حرارية الآن أنا بحثي عن أنواع الطاقة أو شو هي الطاقة الناتجة يعني مش دايما بتكون حرارة ماشي طبعا كلها ضمن التفاعلات الطاردة في عندي البطارية البطارية هي تفاعلات أو من ضمن التفاعلات الطاردة للطاقة لكن نوع الطاقة هي كهربائية عندي المدفأة أو الصوبة طبعا حرارية كلكم بتعرفوها ماشي وفي عندي بطارية المركم الرصاصي هي من التفاعلات الطاردة للطاقة ونوع الطاقة هي طاقة كهربائية هم بالنسبة للتفاعلات الطاردة للطاقة وتلخيص لصفحة 36 كامل أما بالنسبة للتفاعلات الماصة للطاقة حكينا عن عملية البناء الضوئي ونوع الطاقة اللي بتنتصها هي طاقة ضوئية بالنسبة للتحليل الكهربائي أخدتها بالصف التاسع هي ماصة ونوع الطاقة كهربائية أما بالنسبة لثالث نوع العجينة بوجود الخميرة طبعا بتنتص طاقة حرارية وهيك بصير عندك الجدول تلخيص لصفحة 36 يعني ما فيه داعي تدرس لصفحة 36 خلاص الجدول كافي وما فيه واجبات عشان شهر رمضان المبارك وكل عام أنتم بخير يعطيكم العافية عاشر